فتحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في فرعها التسويقي والاستثماري بشركة سيتي إيج باب حجز وحدات إدارية وتجارية وده بمسلس مسبيرو بعد مقرب المشروع على الانتهاء وجاذب بالفعل الوحدات التجارية والإدارية تفاصيل الوحدات المعروضة وإيمتها هنستعرضها مع حضراتكم في الفيديو ده فخليكم معنا عدد الوحدات الإدارية المطروحة بمشروع أبراج مسلس مسبيرو بيقدر ب120 وحدة والتجارية بإجمالي 28 وحدة وده بالمساحات بتبدأ ما بين 70 متر مربع إلى 110 متر مربع وبسعر وصل للمتر التجاري إلى 110 ألف جنيه ووصل سعر متر المكاتب الإدارية لـ 30 ألف جنيه وبكده بتوصل إيمة الوحدة مساحة 110 متر مربع ومخصصة للتجارة في حالة السداد الكاش لـ 12 مليون جنيه وبيوصل سعر الوحدة الإدارية مساحة 110 متر مربع لـ 3 مليون و300 ألف جنيه منطقة مسلس مسبيرو موجودة في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة وجنبها كورنيش منيل من الجهة الغربية وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية وشارع الجلاء من الجهة الشرقية وأيضا ميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية وبتجري وزارة الإسكان على التشتبات الداخلية والخارجية للمشروع أو المشروع أبراد مسلس مسبيرو واللي بيتكون من دور بدروم بمسطح 19 ألف 220 متر مربع ساعة 353 سيارة ودور أرضي تجاري بمسطح 16 ألف 970 متر مربع ودور أول جاراج علوي بمسطح 15 ألف 800 متر مربع ساعة 280 سيارة وبتضم منطقة مسلس مسبيرو بورجين للسكن البديل لمن وافق من سكان يعني المنطقة قبل التطوير لو حابب أنه يرجع ليها بعد تطويرها وبيتكون كل منهم من 18 دور سكني بإجمالي 468 وحدة سكنية وبرج تالت بارتفاع 23 دور سكني وبإجمالي 134 وحدة سكنية وأيضا برج رابع وهو برج إداري بيتكون من بدروم ودور أرضي تجاري و15 دور متكرر وبتضم المنطقة مشروع أبراج النيل مسبيرو والمقام على مساحة 19 ألف 244 متر مربع وبيتكون من أبراج سكنية ومسطحات تجارية ومسطحات ترفيهية وأيضا نادي سحي ومناطق ألعاب للأطفال ومناطق خضراء مفتوحة ومسطحات إدارية وأدوار خدمات ميكانيكية ومحطة كهرباء مسلس مسبيرو وأيضا أماكن انتظار السيارات كما أنه يعني مشروع أبراج مسلس مسبيرو بيتكون من برجين برج فندقي وبرج إداري وبدروم وبيبلغ طول الوجهة المائية للمنطقة حوالي 900 متر وبيبلغ مسطحة التقريب يعني حوالي 75 فدين بكل ما تشمله من مباني ومعالم قائمة وبتتميز أيضا هذه المنطقة بوجود العديد أو العديد من الاستعمالات المميزة وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومبنى وزارة الخارجية وفندق هالتن رامسيس والقنصلية الإطالية وكانت الأجهزة التنفيذية بدأت بأعمال الإزالة لمنطقة مسلس مسبيرو في سنة 2018 بعد عقد اجتماع بين قيادات الإسكان واللي كان بيتولى في التوقيت ده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حاليا وتم تقديم مقترح وقتها للسكان وقال قدامكم ثلاث اختيارات إما التوقيع على اتفاق بالمشاركة في أعمال التطوير مع الدولة أو أنكم تختاروا عدم الاستكمال ووقتها هيتم إصدار قرارات لنزع الملكية تبقى للقانون وده لتنفيذ مخطط التطوير وهتحصلوا على حقوقكم وتعوداتكم المالية على طول وإما أنكم تحصلوا على أرض بديلة في مدينة ستة أكتوبر بنفس الإيمة وبأفضل منطقة بالمدينة وده لتنفيذ مشروعهم راني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر